معنا سؤال برضو أخ فاضل بيقول ما صحة حديث صلاة ست ركعات ليلة الخميس يقرأ في كل ركع آية الكرسي والكافرون والصمد الحقيقة أخي الفاضل يعني لا أعلم حديثا ورد في هذا الشأن إنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم ما روي عنه وما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صل بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة سنتي عشرة سنة والحديث ده احنا قبل كده شرحناه وقلنا إن فيه ضعف لكن دايما قلنا الحديث ده أخرجه الترمذي وابن ماجا في السنن وابن خزيمة فيه صحيحه وقلنا إنه نبه العلماء على ضعف هذا الحديث لكن برغم من ذلك ما فيش مانع من إحنا نعمل به في فضائل الأعمال بشروط وهي إنه درجة الضعف ما تكونش جديدة أوي وإنه ينبه على ضعف الحديث وإنه يندرك تحت أصل عام في الشرع بناء على كده العلماء يعني برغم اللي احنا قلناه لكن إن العلماء متفقون على استحباب التنفل مطلقا بين العشائين اللي هما بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء لأنه وارد من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تنفله إنه يتطوع بالصلم بين المغرب للعشاء دالما ورد من حديث حديثة بن اليمان رضي الله عنه وفيه بيقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حديثة بيقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب صلى ولما خلص النبي بيقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء يعني بعد ما صلوا المغرب جماعة النبي بعد يصلي يتنفل يتطوع بالصلاة لغاية ما جهوة العشاء وده رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنة وورد كمان عن بعض أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أتيت فيها أي في هذه الساعة اللي هي ما بين المغرب والعشاء إلا وجدته يصلي ما بين المغرب والعشاء وكان يقول هي ساعة غفلة يعني يغفل فيها الناس عن الذكر وجاء التنبيه إلى ذلك وبردو رؤي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن الصلاة في هذا الوقت قال إن دي صلاة الأوابين اللي هي من بعد المغرب من بين وقت من بعد المغرب إلى وقت العشاء فيمكن حضرتك إنك تتنفل في هذا الوقت المبارك لأنه وقت غفلة وإنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التنفل المطلق مش المحدد بعدد ركعات معينة يا صاحب السؤال تنفل في هذا الوقت أكبر